السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اخواتي انتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوالي رب العالمين. كما كتلاحظوا ينسوا نجيزكم فيديو جديد للهواء الاقريبية بالقرقع. وهنا عندي المقادر الذي نحتاج له. عندي اهنايا تلتمية وخمسين قرام من القرقع حيرة ووحدة شوية في الفرق. وعندي هنايا مية وخمسين قرام انتاء اللوز. وعندي هنايا ملعقة كبيرة من الكاكاو المر. وعندي هنايا الفرينة واحد زوج ملاعق فقط. وعندي هنايا اربعة الملاعق اه يعني متوسطة من السكر اه ناعم. وعندي هنا اربعة بيضات. وعندي هنايا المربع الدتوت. وعندي هنايا السكر غلاسي السكر سبيسيال الحلويات. وعندي خمارة اه فان اخمارة شي ميك اللي هدي نحتاج لها. تمنيات القرام فقط. هنا هدي نطحنو هادا اه المزيج من القرقع والكاوكاو. اعفوا واللوز حتى يولي بحل الدقيق. مخصناش نطحنوهم يعني يتلقوا الزيت. غير يعني يولي حبيبات هرقاها بحل الدقيق. ايا وصافينا نخلطو المكونات دياننا. هدي نجيبو واحدة تبصيل اه واحد اللي قصافة ديان نخلطو هادا المكونات. مد ما تحنى اه كيف شفته القرقع ولا على شكل بودرة. وهدي نضيفه اه ديك المنع قطاع الدقيق. مع اه السكر وهدوك المكونات. ونمزجوهم اه جيدا. هنا كذلك سكر انا اه ما كترتش. عندي هنا سكر الرقيق اه يعني ساندة مطحونة. ما كترتش لان هدي ما زالها تغمد في يعني السكر. وكذلك المربع. حلو انا هده المربع كذلك اللي دفته مراحش حلو بزاف يعني ثلاثين اه في المياه نقص من اه السكر هادو المربع انت عدتوك. ما فيش سكر اه بزاف. عندي ندمجو كذلك. ونعجنو هادو المكونات ونزيدو الخمارة اللي هي ثمانية دلقرام. انا عندي هادو الاخرى فيها حتاش للقرام هادو ساشي. هادو نضيف ملعقة فاقات صغيرة. ويعني نشوف عيني ميزاني مش حال هادو يبقى يعني من اللي نقص منها. وعادو نخلي منها القليل. وعادو نمزجو هاد اه المكونات هاكا جيدا. ونضيف البيض. خصنا نمعكوها هاكا مزيان باش جينا هاد الغريبية مع الكا. وجينا مشقة. نمزجوها للمكونات جيدا. اللي بغا يدرو حدا اه يعني رشة انتع الملح. الا القليل فقط. اللي بغا يستغنى لتصحيح الدوق يعني فقط. انا هنا استعملت للكونفيتير انتع اه يعني التوت اللي بغا يدير للكونفيتير انتع المشماش. انا هنا كنت اصابت جوجناتع اه يعني هاد الغريبية واحدة بالكاوكاو واحدة بالقرقع. وادك اللي درتها بالكاوكاو هي اللي ضفت لها المربع. انتع المشمش يعني غيرت شوية في المكونات. اللي ده هنا درت هذي انتع اه التوت. ضفت البيضاء الاولى. والبيضاء درت هنا زوج بيضاء فقط. ما حصناش تلجينة جارية. ورا كي يشرب يعني هذا الاخور حصنا نجي اه هي هذيك. ما جيش اه جارية ما نضيف رهش البيض بزف وما تجيناش عاود قاسحة. هذي نخدو هذ القويرات يعني متساوية. عيننا ميزاننا بحال اللي هذي يخدمها اه غير للدار هذي يدير عينو ميزانو. واللي هذي يخدمها ل يعني المحل يبيحة ضروري يعني يعبر الحبات. وهذي نبقى نخدمو يعني هكا نكوروهم ونستعملو هنا ماء الزهر ليدينا هكا باش ما يلسقناش في اليدين. نغمسو يدينا في ماء الزهر وهذي نكورو هكا يا بليد اه ديانا. كل ما كان يعني نديرو وحدة. لو كان نغمسو يدينا في يعني في الزهر ونولي وعودة كن نكورو. هذي نشعلو الفران ديانا وهذي نديروه اه لا اه ميتين دراجة. لمية وتمانين دراجة اه نشعلوه من التحت والفوق يعني يسخن. بعد ما هذي نوجدو هذي يعني غير نوجدوها حسنا ندخلوها الفران. وهذه الغريبية اه في اللول الطياب ديالها حسنا نشعلو لها من اللي ندخلوها الفران نطفو آآ التحت ونخلوها آآ غير يعني الفوق ولكن الفران تع آآ يعني الغاز هذي آآ نديرو لها نشعلو لها الفران يعني الجهة الفوقية والجهة التحتانية ما نشعلوهش. ليكون الفران حامي جيدا حتى التشقق غير نشوفوها تشقت يعني آآ نشعلو لها الجهة التحت واحد شوية تاخد الطياب غير شوية التحت ونطفو آآ آآ عليها لان هذي الغريبية راها ما تبغيش طياب بزاف ما نفوتو لهاش ثمانية دقائق لان هذي جيكم يابسة وقاسحة. احنا كن ندورو عني هذي الغريبية كتجي معلل لها غير كتشقق صافي آآ شعلو لها مل تحت شوية طيب وطفو وحيدوها يعني خرجوها ما تخليوهاش آآ طيب بزاف هذي جيكم يابسة وما جيش آآ معلل لها هنا يا التزيين يبقى اختياري بغيتو غير تديرو لها وحدة الحفرة فقط يعني تساعدوها على بش تزيد التشقق ومن بعد لها تزينوها يعني يعني تزينوها بشي حاجة اخرى او تخليوها عادية هكاية او تبغيو من اللول دلولها يعني واحدة القرقعة يعني تديرو لها واحدة آآ نسب من القرقع الفوق او تديرو لها لوز انتو ما يبقى لكم الاختيار انا هذي هذي نخليها هاكا سامب لان هذي في تالي هذي نضيف لها كتزين هذي نضيف لها هذك السوريز المعسلة حتى نكون هذي نقدمها في طبق يعني التقديم وهذي آآ نضيفه لها ان شاء الله وهذي نساعدوها غير واحد شوية هكا من آآ يعني من بزدوهش بزاف او نحكسو عليها آآ باش في الطيب ما تهود لكمش تبقى يعني من فوخة وما تهووش بزاف ما تقرسوهاش واللي دير فوق من هال القرقعة حطي يعني يربزها شوية بيدوه ويجيب هذيك القرقعة يغمس واحد شوية في ماء الظهر ويلسقها باش تلسق ومن لي الطيب ما تتحييج اما الى آآ بزطو بها هذيك يعني الغريبية هذي الغريبية دي لكم تهوت للكمبلا وفي نفس الوقت من اللي كطيب هذيك القرقعة على هذي الطير هنا القرقعة دائما في هذيك الجيه اللي هذي تلسق فيها في الغريبية اغمسوها في هذا في ماء الظهر وغير نلسقوها بلا ما تتمعكوها يعني بلا ما تزيرو عليها هذي تلسق تلقائيا الراس ها انا هادو يعني غير ضفتهم هكا الفوق انا ما عنديش هنا يا الاخور ما عنديش آآ القرقع يعني اوافي هكا القرقع اللي شريتو خرج في القابسة يعني غير النصوصة غير النصف فاق فقط انا هنا كان نغمسو في ماء الظهر وكان نديرو هكا الفوق ورا هذي يلسق تلقائيا الراس ويعني لما ندكن يعني عليها بزاف هذي نزيد نكملنا في ماء الزرق نغطي سيد دي اوكملت الكيمية اللي بقاتلي وهنا يا هذي هي الغربية دي انا بعد ما طابت هجت مشقة ومعلكة ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه الى فيديو اخر ان شاء الله وعواش لكم ببركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة